يوما بعد آخر تثبت إيران للعالم أن خطر ميليشياتها ومسياراتها باتت عابرة للحدود وتهديدا صريحا للمنطقة ولأمنها وهو ما أكدته مصادر عسكرية أمريكية للحدث إذ قالت إن طهران حسنت من دقة صواريخها ومسياراتها وأوصلتها إلى ميليشيات الحوثي في الداخل اليمنية المصادر الأمريكية لم تخفي سبب الأخفاق في منع نقل الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين وأرجعته إلى إعادة انتشار حاملات الطائرات الأمريكية وتراجع دور واشنطن في المنطقة وكشفت المصادر أن إيران تستغل التراجع والحضور العسكرية الأمريكي لتسليح وتدريب الميليشيات الحوثية المصادر أوضحت للحدث أن وصول المسيارات للإمارات يشير إلى خطورة تسليح إيران للميليشيات في العراق وكذلك سوريا وليس هذا فحسب بل ولبنان دول عربية وقوات أمريكية وإسرائيل جميعها باتت مستهدفة بالصواريخ والمسيارات الإيرانية بحسب المصادر الأمريكية دائما وبالعودة للهجوم الحوثي الأخير على الإمارات قالت المصادر للحدث أن الرادارات الأمريكية رصدت هجوم مسيارات الحوثي على أبوظبي ذكرت أيضا أن البنتاجون لم يعطي ردا عن سبب عدم اعتراض القوات الأمريكية لهجوم المسيارات الحوثي بالطبع